اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرن اليوم يتم الحديث عن وصول خزان النفط صافر الى مرحلة الخطر في ظل تسرب في هذا الخزان ورغم كل التحذيرات السابقة وكل المناشدات التي اطلقتها الامم المتحدة ورغم كل ما تم سابقا في هذا الشأن يعني جلسة لمجلس الامن حول هذا الموضوع الا ان المليشيات مصرة على التملص وعدم السماح للفريق الامم المتحدة وفريق الخبراء بالوصول الى هذا الخزان لصيانته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تستمر المليشيات الحوطية في التملص من كل ما تم بخصوص ناقلة النفط صافر فيما تأخر الصيانة ومنع المليشيات بفريق الخبراء من التدخل لأكثر من مرة على الرغم من جلسة مجلس الامن وكل التحذيرات السابقة يجعل من هذه السفينة قنبلة موقوتة بالفعل لا تأبه المليشيات لكل ذلك واليوم يتم الحديث عن تسرب في خزان النفط صافر يوصلها الى مرحلة الخطر ولا تأبه المليشيات الحوطية تتصعد حدة التحذيرات من حدوث كارثة بيئية وانسانية جراء رفض الحوثيين وصول الفرق الفنية الى خزان صافر العائم قبالة سواحل البحر الاحمر وتأمين خضر تسرب اكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر منظمة هيومن رايتسووتش التي اكدت ان اثر اي تسرب النفط على سبل العيش والوصول الى الماء والطعام واسعال النفط قد يفاقم كثيرا من حجم الازمة الانسانية في اليمن المنظمة اشارت بان الحوثيين يستخدمون ناقلة النفط المتهالكة ورقة ابتزاز كقنبلة موقوتة تهدد بتدمير انظمة بيئية باكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الاشخاص الذين يعانون اصلا في ظل الحرب العبثية التي اشعلتها المليشيات الحوثية مجلس الامن كذلك معني بارسال رسالة صارمة للمليشيات الحوثية مفادها ان عدم معالجتهم للمسألة بسرعة قد يفضي الى عقوبات اضافية تستهدفهم بحسب بيان المنظمة والتي دعت كذلك للضغط على الحوثيين لإصطار تصريح فوري لأعضاء فريق التقييم الاممية لتسهيل وصولهم الى ناقلة النفط بعد فترات طويلة من التمنع والمراوغة والرفض للفرق الفنية من الوصول الى السفينة للتقييم واشراء الصيانة اللازمة ما يزيد من المخاوف من حدوث تصرب تقول التقديرات بان اليمن قد يحتاج لفترة طويلة تزيد عن ثلاثين سنة قادمة لمعالجة الاضرار الكارثية لهذا التلوث البيئية ناهيك عن امتداد هذه الاضرار الى دول المنطقة دخل خزان صافر مرحلة الخضر الفعلي وانفجاره بات وشيكا بعد تسرب نفط خام من الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى في الحديدة وكان مجلس الامن قد عبر مرارا عن قلقه من الخضر المتزايد جراء عظم صيانة الناقلة المتالكة ودع الميليشيات الحوثية الى السماح للفريق الاممي بالوصول الى الناقلة دون تأخير اهلا بكم وارحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور علي العمودي مستشار البيئة المستدامة للامم المتحدة والاستاذ انور العامري مدير عام شركة النفط فرع الحديدة مرحبا بكم ما ابدأ مع الدكتور علي العمودي دكتور علي مرحبا بك مرحبا يا اهلا وسألل سيد مندر مرحبا مساك الله بخير نعم الدكتور علي علي اليوم يتم الحديث عن تسرب ويوصل ناقلة النفط الصافر الى مرحلة الخطر يعني هل وصلت هذه المعلومات الى الامم المتحدة وما المفترض ان يتم عمله الان اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المشاهدين استاذ السيد بندر جميع المشاهدين الموضوع يعني نشهدنا نحن العالم فمكنا كخبراء للبيئة او منظمات دولية او مجتمع دولي او الامم المتحدة والدول العظمية يعني امريكا بريطانيا كلهم ناشدوا الماليشيات الحوتية على ان هذا في خطر واكبر كانت رحتكم في التاريخ هذا الشيء اصبع صدنا على مدى على مدى كم سنوات ونحن ننبه عن هذه اللحظة او الاتية سواء كان تسرب نفطي لان حيكل السفينة وخزانة السفينة متهالكة فحصل قبل كم اشهر انه تسرب الماء من البحر الى داخل هذه الخزانات والعامل الثاني هو انفجار لا محالة نتيجة التفاعلات الكيموية للمواد الهايدروكاربونية اللي في الخزانات لعدم سيانتها هذا الامر لو بدأ الان فنقول على الدنيا السلام حقيقة نقول على الدنيا السلام لان التلوث النفطي والاستاذ انوار طبعا ادرى بهذا الامور الانوار العامري لعرض مدى المخاطر والمخاطر الاقتصادية وما يكتب عليها من من تبعات الاقتصادية على الوضع الكارثي في اليمن سواء كانوا الصيادين اللي هما لا يقدر حوالي ثمانين ثمانين الف صياد يدوي طبعا وراهم عائلات واسر كثيرة او على مدى تقديرات بيتين بستة وسبعين الف صياد لليمن كلها صيادين يدويين هذا الامر الكارثي بيؤدي الى ان البيئة البحر احمر وخليج عدن لن تتعافى بأقل من ثلاثة عقود ثلاثة الى اربع عقود يعني ثلاثين الى اربعين سنة والاختار اوقز الاضرار غير الاضرار البيئية على المحميات والشعاب المرقانية والاشياء هذه كلها بيكون في تأثير على مستوى المرور ناقلات النفط والبواخر التجارية من مضيغ باب المندب هذه الاشياء تدركها تدركها الامة المتحدة ونبهت عليها المليشيات الحوثية يا اخي يا سيد بندر والمشاهدين السؤال هنا المحير انه ليش لحد الان المليشيات الحوثية تلعب بهذه الورقة السياسية تدركها الصافر بهذه الحد بهذه العنقهية نسميها باللهقة الدارجة العنقهية امام العالم كله المراقبون يرون انها تمارس الابتزاز السياسي من خلال كل ما تقوم به ولكن يعني السؤال الابرز لماذا لا تنتقل الامم المتحدة من المناشدة الى الارغام ايوة بالطبع انا اطرحت هذه الكلمة بالضبط هذه اكثر من مرة عبر الوسائل لماذا لا تستغل او لا يعني تضغط الامم المتحدة وتوضع الماليشيات الحدي امام امر الواقع بان استغل نفوء الصلاحيات الاممية باستخدام القوة طبعا بان استغل القوة انزال فريق فني او بحثة او فريق تفتيج او ما يمكن لهذا الغرض تفريغ الناقلة من المليون ومئتين تقريبا الى مئة وخمسين الفطن من النفط الخام وانزال فريق لقيانة الاستفينة لماذا هنا تسؤال محير هذا انا عملت في الامم المتحدة قررت الامم المتحدة على جميع دول العالم منزمة منزمة البند السابع عندنا في اليمن اللي هي جانب الانساني والقوالب يعني كثير من الامور لكن المحير انه من يوقف المليشيات الحوتية بهذه العنجحية بهذه التسنف على العالم كله ليس بس ايران فقط اكيد في مصالح دول ثانية لا مصالح في الامر هذا طيب دكتور علي ابقى معي إذا سمحت ابقى معي إذا سمحت دكتور علي أستاذ أنور مرحبا بك نعم اليوم المخاطر لما يتم الحديث عنه نعم أستاذ أنور يعني مخاطر ما يتم الحديث عنه اليوم من مصادر إعلامية أن الخزان العائم دخل مرحلة فوق الخطر وأن انفجاره بات وشيكا على تقريبara نعم أنت متابعة التصريح الذي أو المنشور الذي معين تم خطر هو مسؤول المالي اكيد وعند باصل الأصور التي شاهدتها هي تتتتتتتتتلا من ماء تتتتتتت incorpor من ماء خطر ولكن كان تسرد من مياه من تحت عبر الأناديب أو الضغط المحافظات أو الأنشابة منها داخل السفينة هذا أيضا خطر لدينا قصر خطر أستاذ أنور أنا أعوى أي كلام أستاذ أنور سنعود الاتصال بك حتى يتضح الصوت أكثر سنعود الاتصال بك حتى يتضح الصوت أكثر نعم ولكن سنعود الاتصال بك حتى يتضح الصوت دكتور علي نعم اليوم أيضا كما أفاد ضيفي قبل قليل وسيكمل فكرته حينما نعود الاتصال به اليوم هناك أيضا تداول لصور من ناخلة النفط صافر تفيد بأن هناك تسرب للمياه إلى داخل السفينة الراسية قبل تسواح الحديدة في البحر الأحمر يفترض إزاء ذلك ماذا؟ كيف يمكن أن يمكن التحرك للمعالجة؟ الأولا وصول المياه إلى داخل السفينة معناتها أن فقل السفينة راح يتضاعف وبالتالي مهددة بالغرق السفينة فإذا حصل غرق طبعا يحصل تسرب للنقطة هذا ما في شكل لو حصل تسرب طبيعي كأي قارب صغير لو حصل فيه تسرب من المياه إلى داخله راح يتقل المياه تتقل داخل وراح يترب حالي أولا ثانيا المسألة أنها ليست فقط بس المياه التي يمكن أن تؤثر عليها لكن خطورة التفاعلات الكيموية الموجودة في غزان الهايدروكاربون سواء كان نفط خام أو كان كيروسين أو المنتقات البترولية كل هذه المنتقات أو المواد الهايدروكاربونية قبل الاشتعار قابلة للانفقار نتيجة الغازات الطبيعية التي هي متواجدة في حيز واحد لأنه في مواد يضغونها السيانة كل سنة ونصف يجب تمتص هذه الغازات وتتفاعل معها حتى أنها لا تؤدي إلى أي اهتمال للانفقارات الآن صارنا خمس سنوات لم يتم أي سيانة لخزانة المرس أو الخزانة كما هي القرار مثل ما أنا شاءت مرة كان فيه تلاعب من الحوتيين أو المنشات الحوتيية بأنهم باستماح بيتمحوا لفريق بالأم التحدى أن ينزل للسفينة بضمان أو بشر أن يكون نعتقد مش عالي 80% من قيمة النفط هذا إلى صالح الحوتيين أو للمنشات الحوتيية هذا أحد الأمر وفيه تلاعب من الآخر كبق سياسي كان من الأساسين يجوها يلعبوها عشاس عندما تأزمت الموضوع ما بين أمريكا وإيران على أساس فرض الأقوضات على إيران وكذا فهم لعبوا بهذه اللعبة مع الأمم المتحدة لأننا نسمح لبعثة من الأمم المتحدة فهم هي عملية مراوغة عملية واضحة جدا والسياسيين يدركون هذه الحقيقة أنهم يلعبون بهذه مراوغة دكتور وتملص أيضا مراوغة وتملص أيضا أيضا هي منعت الميليشيات الحوثية منعت الفريق وأرجعته من جيبوتي وأيضا قبل جلسة مجلس الأمن المخصصة في هذا الشان قالت أنها ستسمح للفريق بالوصول وما إن انتهت الجلسة حتى تنصلت الميليشيات الحوثية من كل ما قالته وبالتالي أصبح الأمر واضح أن الميليشيات تتنصل وتجعل ذلك ورقة للابتزاز السياسي وبالتالي ما هي الحلول الأخرى التي تضمن عدم وصول القنبلة الموقوطة إلى مرحلة الكارثة والتي ستؤثر على عدة أمور أستاذ بندر أقول الضغط يجب يكون بإلحاح من قبل الحكومة الشرعية في اليمنية ودول المطلة على البحر الأحمر يضغطون على مجلس الأمن من أنه قرار يكون الزامي وفوري وإستخدام كل الوسائل لأن المسألة فيها تهديد للعالم للبشرية وليست فقط للبيئة ودمار البيئة لكن للعالم كلنا بيحصل كثير من البواخر النفط عندما تتوقف والتجارة تتوقف نفس أزمة كورونا وغيرها من زي ما حصل يحصل أكثر وأكثر من كذا 20 ألف سفينة يقول مراقبون أن 20 ألف سفينة يعني لن تمر عبر باب المندب وهو رقم سنوي 60% من النابلات أو الشياجات أوروبا وأمريكا من النفط في العالم يمر عبر الباب المندب سنويا 60% إلى 65% ورسد أنوار يدوك على الأمور وصلت لمرحلة الانفجار كما تم توصيفه من قبلك وأيضا من قبل مراقبين يعني ألا يعد ذلك عملا إرهابيا من قبل الميليشيات الحوثية كونه سيتأثر منه صيادون ومدنيون وأيضا البيئة البحرية وأيضا يعني عدة دول ألا يعد ذلك عملا إرهابيا هذا يعني السؤال في شقه الأول السؤال في شقه الثاني لماذا لا يتم تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية يعني في ظل كل ما تقوم به وفي هذا الشأن بالذات أنا عقبنا أستاذ بندر عقبنا تعبير جماعة إرهابية أو عمل إرهابي أنا لن أسمع عمل إرهابي محلي أو في نطاق المنطقة ولكن عمل إرهابي عالمي ودولي تقوم فيها الميليشيات الحوثية طبعا هذا ليس بجديد هذا التصريف سنفت من أول ما حصل الانقلاب على الحكومة الشرعية وقامت من العملة الإرهابية وبكل أسمع تعرض الجانب الإنساني لشعب اليمني من قبل هذه الميليشيات التعنص هذا التصنع والعنجهية على المجتمع الدولي لم يتعود عليها الدول العالم ولا المجلس الأمن بأن تضرب كل قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط نتيجة هذا التصنف التصنف من الميليشيات الحوثية هم لا يدركون يدركون ولا يدركون هنا السؤال بأن الأضرار هذه تكون كارثية على البشرية كلها حاجة الغرق سفينة إغزن باردي اللي حصلت في ألاسكا في ثلاثة ألف ستعمائة وتشعة وثمانين هي لحد الآن في تاريخ التنوث البيئي في العالم هي أكبر كارثة عالمية كانت تحمل ثمانمائة وخمسين ألف برميل سافر مليون ومئتين ألف برميل الآن تحمله هالي بيكون أكبر كارثة بالعالم الحوثيين إذا ما قلت بك أنا هل يدركون هذه الحقيقة طبعا ولكنهم ما عندهم هذا ما عندهم هذا التقدير للكوارد اللي يمكن أن يصل للإنسان وللبشر إلى البيئة البحرية للأسماك إلى كل شيء ما عندهم هذا التقدير هم غرضهم السياسي فقط يجب أن يحققوا إرادتهم وتمسكهم بالقضية بالفديدة والمناطق التي خابعة لهم وهناك عدة اتفاقيات دكتور يعني عدة اتفاقيات لمواجهة الإرهاب لماذا لا تنفذ وهو سؤالي لك عقب أن أرحب بضيفي الأستاذ أنور الحميري نائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أستاذ أنور مرحبا بك نعم أستاذ أنور يعني جميع النداءات والتحذيرات السابقة بشأن خزان صافر يعني وهو يوصف بأنه قنبلة موقوطة على وشك الانفجار اليوم يعني يتم الحديث على أنه يعني احتمال أن تغرق السفينة يعني تحصل الكارثة أين الجميع من هذه الكارثة ونتائجها أعلى العزيز نحن كما ذكر بنيتك الكريم أن في عنا هناك كانت تحذيرات سابقة ونحضر هناك كانت سيناريوها طريحات منها وكانت هناك من ضمن سيناريوها الانفجار الناقلة الآن يبدو أن المسألة غرق السفينة هو الشيء الأقرب لأن التسرب مستمر وبحسب ما جاءتنا من بعض المعلومات من بعض الصيادين والمتواجبين وكذا أن التسرب يزيد ومستمر ولم يتوقع وعملية ما يقوم به القارب من شخص للمياه لا يكون بالصورة المطلع لأن عملية الاستمرار الموجودة وهم يشمطون الماء ولكن لن تستمر عملية التسرب هذا التسرب يدي بعلا أن تغرق الباخرة وبالتاني الغلق سيؤدي إلى من تثبت كثيرا في تحت الماء سيؤدي ذلك إلى تسرب النص وهي الكارثة الأخبر طيب وبالتالي وبالتالي في هذا التوقيت وفي ظل كل ما ذكرته من معلومات يعني هل من المفترض أن تتوقف الأمم المتحدة عند الحديث فقط عن خبراء والسماح لخبراء وأيضا يعني المناشدات أم يفترض أن يكون هناك حلا آخر وما هو هذا الحل المجدي يعني في ظل حديثك أنت عن يعني محاولات لمنع وصول المياه إلى داخل السفينة الحل الحل تتكلم لا كثيرا وتتكلم الكثير من المعنيون في هذا الموضوع الحل هو ضغط المجتمع الدولي الأرسل الممسئدة على الحديثين لأن الباخرة هي في إطار تواجدهم وفي إطار تحكمهمهم في ذلك أن يضغط المجتمع الدولي لأن هذه تتعمل الجميع وليست على الجميع فقط أو على الحفظين فقط أو على الشرعية أو كذا إننا تعمل المنطقة كاملة وقد تتعدها إلى مراسل في الإطار الدولي وليست الإقليمي فقط الحل هو استمرار الضغط والمجتمع اللجان والغريب بأننا سمعنا في الآمنة الأخيرة أن هناك عند الأمم المتحدة يعني سلفت إحدى المنظمات الدولية المتواجدة في صنعة وهذه المنظمة أخرى دولي أيضا في صنعة والمنظمة أخيرة تعاقدت مع الشركات يعني ما أدري من هذا التطويل ولا لكان بالإمكان أن الأمم تحضر بشكل عام بمعنى تضيع الوقت بمعنى تضيع الوقت يعني واستمرار للتضيع في الوقت أستاذ أنور بخامعي دكتور علي وهو سؤال الأخير لك يعني استمرار في التضيع للوقت وله نتائج كارثية تضيع الوقت وهناك كنت سألتك عن يعني طالما ويعتبر عملا إرهابيا يعني هناك عدة اتفاقيات لمواجهة الإرهاب لماذا لا تنفذ ضد هذه الميليشيات برأيك صحيح صحيح أولا أريد أقول كما تفضل أستاذ أنور وذكر الوضع بالنسبة تسرب المياه من البحر هذا لن يطور كثير حقيقة زاد الأمر نستهينا على وشك الغرض بدون شك يعني هذا عملية فيزيائية طبيعية طبيعية جدا زيادة ثقلة للسفينة من المياه التي بتدخلها راح يؤديه لغرقها وإذا غرقت بيتترب النظر هذا عملية تسويف أنا بسميها عملية تسويف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى من من موقف الميليشيات من موقف الأمم المتحدة بعادة الأمر لبعض المنظمات مثل ما ذكر أستاذ أنور في صنعاء أو شركات في صنعاء كلها تضيئ للوقت وكلها عمليات تسويف عمليات اللعب ما نقول نحن وعمليات يعني كسب الوقت لأشياء كثيرة لتحقيق مآرب كبيرة لو جينا لموضوع الأضرار ننسى والاستفينة القضية هي قضية الأهد لا يحتمل آخر حبر من يوم ثاته أيام كانت الخارجية البريطانية ومجلس الدرنماء البريطانية نفسه دخل طرح القضية هذه والأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن قضية صاثر في الاجتماع قبل كم يوم كل القوايا هذه وكل الناشدات لا تتمر شيء أبدا صحيح في هذه الجزئية مايكل أرون دع الحوثيين إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة حيث تحذر تقارير من احتمالات انفجارها وأيضا قبل ذلك الخارجية الأمريكية دعت الميليشيات الحوثية إلى التعاون مع المبعوث الأممي مارتين جريفوس وقالت إنه إذا حصل تسرب من النفط من الناقلة فإن الحوثيين سيتحملون نفسه من ناشدة لأن العالم يعرف أنه هم يتأثرون العالم هذا كله يتأثر حقيقة يتأثر الغرض من هذا هم هل هي عملية مساومة هل يريدون قيمتها في ذكر التقارير أنه في استعداد أنهم يعطون قيمة النف هذا للحوثيين لكن دون أن تؤدي إلى كارثة للعالم فيه تقارير أشارت إلى هذا الأمر هذا وأنت أشرت دكتور أشرت في معرض حديثك عن عدة مبادرات وعدة نقاط ما يقارب ثلاث نقاط تم الحديث عنها ولم تلتزم الميليشيات الأيكروفية أستاذ بندر القضية واضحة جدا لهذه الإقلابيين لهم مقارب محلية يعني على الوضع اليمني أو قضية اليمني ومقارب دولية تحتكم لها إيران وتركيا والدول الأخرى التي تدعم الحوتيين لذلك هم ليس سيد الموقف تملأ عليهم بعض الأمور وبالتالي يلعبوا في لعبة ولكن هي لعبة خطيرة حقيقة اللعبة خطيرة نحن نضرر فيها الشعب اليمني وشعوب المنطقة كلها وإقصاديات المنطقة كلها والبيئة الطبيعية التي في البحر الأحمر التي تعتبر كنوز للبشرية كنوز البشرية من شعاب المرجانية من أنواع الأسماك من كل ما أو الاقتصاديات المنطقة كلها نعم تدخل هذه رح تكون كارثة لا يمكن لا يعقب لا يحمد عطباز من قول المثليات نعم الدكتور علي عمودي مستشار البيئة المستدامة للأمم المتحدة شكرا جزيلا لك أستاذ أنور يعني تأثيرات ذلك على البيئة الطبيعية وأيضا يعني ما هي التكلفة الإنسانية والبيئية لو حدث تسرب للنفط من الناقلة حدث أي تسرب للنفط كما تتكر ثابتا في تقاريخ ثابتا عبركم وفي بقاة ثابتا أنها ستؤثر بشكل عام على الجانب البيئي والإفقاد والاجتماعي وفي أيضا للسكان سواء مثل المفجرون أو في الدولة المجاولة ستأثر عموديا بيئية مثل المنجروف والشعب المرجانية والحجاجة البحرية وبذلك ستؤثر على الكائنات البحرية المتواجدة في الزهر الأحمر وهذا سينعكس من الناحية البيئية وينعكس أيضا من الناحية الصادية بالصيادين في المنطقة وحاصة عندنا في المنطقة ستأثر حتى ميناعة في ذلك سيغرق إذا كان الحظين حتى قبل أنهم هذا سيؤثر عليهم من هذه ناية حتى لأن المنطقة أيضا ستتأثر الملاحة البحرية في المنطقة وفي ذلك ستكون ستعمل كارثة سواء كانت كالفذية أو الصادية أو اجتماعية على ليس راجعا فقط قد تكون الجمع أكثر تضررا وأكثر تحملا للعبء الأكبر لكن أيضا الدول المليورية ستكون أكثر تحقل وغيرها من الدول العالمية تتأثر فيها الملاحة البحرية ستأثر على الأستاذ أنور الحميري نائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة شكرا جزيلا لك والشكر لكل ضيوف في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء في أمان الله اشتركوا في القناة